أكد اللاعب الفرنسي شاومي نجم وسط ريال مادريد أهمية بوصلة فريقة الانتصار هذا الموصف عندما يواجه الأتلاتيكو مادريد في الدرب العاصمة في الليجة يوم الأحد وكان شاومي لعباً أساسياً في تشكيلة كارلو أنشلوتي مدرب ريال مادريد خلال ستة مباريات التي فاز بها هذا الموصف في خمسة في الليجة وواحدة في دور أبطاء الأوروبا ويستعد الفرنسي الصورة التي ظهر عليها في بداية الموسم الماضي بعد رحيل غير متوقع للبرازيلي كاسيميرو ناحوه مستوى يونيتد قبل أن يتراجع مستوى عقب منذ القطر وفي هذا الموصف لم تعد هناك منافسة على مركز شاومي في الوسط الملعب مما فضلوا بالتألق حيث يتق فيه أنشلوتي ويدعوه أساسياً في كل مباراة وتموتل مواجهة الدرب تحدياً جديداً لشاومي ويؤكد إمكانية وحقية في اللاعب الأساسي وقال الشيومي في تصحيري للصحيفة علينا الفرس في كل مباراة ولا يهمنا إذ كان هناك سوف نواجه الأتلاتيك أمي خطار ولا يهمنا الأمر وأضاف أنه عندما ننزل إلى الملعب قميص ريال مضيف فإننا علينا دائماً بالذهب إلى الفرس إنها مباراة الدرب إنها مباراة مهمة لنا ولجماهير وعلينا بوصلة السيكرة في هذا الملوان وأننا نفوص في مباراة واحدة وتلعة أخرى نتمنى أن أعجبكم على الفيديو والضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة